اليمنيون بين نار الحرب وأحلام اللجوء مسلسل طويل ما بين العجز واشتراح المخاطر قبل أشهر اعتقلت سلطات بنما 34 مواطنا يمنيا كانوا يبحثون عن موطن أمن وبعد أيام من الاعتقال بذل السفير اليمني في كوفا محمد ناشر جهودا دبلوماسية لدى السلطات تكللت بالإفراج عنهم والسماح لهم بالوصول إلى دولة ليكوادور ليكوادور إحدى الدول القليلة في العالم التي لا تشترط استخراج فيز لليمنيين ما جعلها قبلة للكثيرين ممن بلغت قلوبهم الحناجر جراء ظروف الحرب في اليمن تغريبة يمنية تنظيف رياح الشتات تبحث عن بقعة آمنة في هذه الأرض ولقمة كريمة ليس أكثر على وقع الحرب في الداخل وانعدام فرص الحياة يفكر معظم اليمنيين باللجوء كقارب نجاة لحياة كريمة خصوصا بعد انحسار فرص انتهاء هذه الحرب المستمرة منذ أربع سنوات وأمام هذه الأمال تشدد الدول التي تقبل اللاجئين إجراءاتها على اليمنيين فيصبح وصول اليمني إلى أوروبا أو كندا أو حتى دول عربية كثيرة ضربا من المستحيل وإذا غامر البعض فغالبا ما تكون المعاناة في انتظارهم العالقون في المطارات العالمية أصبحت قصصهم منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والناس يستغيثون ولا مجيب الدبلوماسية اليمنية تظهر إهمالا لحد له إزاء مثل هذه الحوادث فبعض الأسر قضت أيام طويلة في مطارات الترانزيت دون اهتمام من المسؤولين اليمنيين ذوي العلاقة في الدخل يعيش اليمني القهر وفي الخارج يعيش أكثر من ثلاثة ملايين نازح معاناة عابرة للقارات اختزال لمأساة اليمني عبر عنها باكرا شاعر اليمن المبصر عبدالله البرادوني عندما قال فضيع جهل ما يجري وأفضع منه أن تدري يمنيون في المنفى ومنفيون في اليمني